مشاهدي بيت للكل مساء الخير على حضراتكم وأهلاً وسهلاً بكم على كل شاشاتنا العربية من مصر أحييكم وأيضاً أحييكم ونحيي كل مشاهدينا في الأردن والعراق وفلسطين نبدأ اليوم حلقة اليوم الحقيقة حلقة مهمة جداً حلقة تتحدث عن الأمل كتير مننا بيمر بقصص فشل نجاح بنبدأ وبعدين يحصل صعود ثم فشل الفشل بيقضي على الأمل بشكل كبير وكتير مننا إرادة بتضعف ويقينه بالله بيقل ويبدأ يتقوقع ويحس إن الدنيا انتهت لكن العكس صحيح هناك دائماً الفرصة الثانية أو الفرصة التانية زي ما بنقول الفرصة التانية بيبقى حلم جديد حلم أنا بأحلم به بتحدى الإرادة وتحدى كتير المستحيل وأقول لا أنا هكمل أبقى عيان فتحدى حاجات كتير جداً علشان تبقى صحتي أفضل وأوصل اللي أنا عايزاه أبقى عندي فشل ما في دراسة أو في مشوار أو في عمل فأتخطى كل العقبات وأسر على النجاح ناس كتير ما بتنجحش من أول مرة ناس كتير بتطلع السلم وتنزل السلم تاني وتفضل تطلع وتنزل لحد ما تنجح تبتعالوا نرجع كده لأينشتاين صاحب النظرية النسبية فشل أكتر من مرة عشان يوصل للي هو عايزه كمان نيكولاتيسلا والاختراعات فشلوا أكتر من مرة عشان يحققوا اللي هم عايزينه الفرصة التانية دايماً بتبقى قوية عند أصحاب الإرادة وده اللي خلنا نفكر ونفكر معاكم بصوت عالي هنا في بيت للكل من القاهرة بفكر معاكم وأيضاً باقي الزملاء بيفكروا معاكم في نفس التفكير وفي نفس الفرصة خليني أروح إلى العزيزة والزميلة الحبيبة واللي بسلم عليها دايماً وأقول أهلاً كافي تفضل وشكراً شفكي ومن نشمية العواصم عمان من طل عليكم ونحن نتحدث اليوم عن الفرصة الثانية والفرصة الثانية في الحياة هي كالنافذة المفتوحة في سماء الفرص تمنحنا الفرصة لإعادة البناء والتجديد بعد الفشل أو الإخفاق إنها لحظة تمكننا من التأمل في تجربنا السابقة واستخلاص الدروس منها والسعي نحو التحسين والنمو الشخصي فهي تعطينا فرصة لتحديد أحلامنا من جديد ووضع الأهداف الجديدة والعمل بجدية نحو تحقيقها الفرصة الثانية في رحلة شخصية نحو الإصلاح والتطوير وتعزز الثقة بالنفس وتحقق النجاح الذي نسعى إليه دائماً تفائلوا بأن هناك العديد من الفرص في حياتنا ليس فقط الفرصة الثانية ولكن دائماً اعملوا واشتهدوا وابحثوا عن كل ما يليق بكم النجاح والفشل والفرصة الثانية دائماً في الحياة كيف ينظر إليها؟ في الواقع الفلسطيني الأمور قد تكون مختلفة فيما يتعلق بفرص النجاح الموجودة في البلد بشكل عام وارتباط ذلك بالتحديات الكبيرة التي فرضها الاحتلال نعلم جميعاً أن هناك أثار كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي على صعيد العمل على صعيد الدراسة وعلى صعيد المشاريع المختلفة ولكن هناك إصرار على التغلب على هذه التحديات في حلقة اليوم من بيت للكل نناقش هذه القضية ما يتعلق بالفرصة الثانية والقطار هذا المسرع عبر الزمن هل نستطيع الحق بهذا القطار وتحقيق النجاحات التي نصب دائماً إليها